موسيقى نرحب بكم أعزائنا الطلبة في حلقة جديدة من كيميا الصف 11 اليوم سندرس مع بعضنا البعض الأسئلة المختلفة التي سنتطرق لها في اختبارات الصف 11 نراكم بعد الفاصل موسيقى عدنا من جديد اليوم سندرس أسئلة مختلفة سنتطرق لها في حلقتنا لهذا اليوم ولكن هل هي جميع الأسئلة التي ستتعرض لها في الاختبارات؟ لا أعلم ولكن لنتطرق اليوم لأول نوع من الأسئلة وهو بموضوع أعداد التأكسد التي درسناها في بداية هذه الفصل الدراسي الثاني السؤال الأول يتكلم عن أعداد التأكسد ويتكلم عن إملاء الفراغات إذن هو سؤال موضوعي سهل جدا ولكن يجب عليك أيها الطالب أن تركز عند الحل عدد التأكسد لكاتيون النحاس سيو تو بلس بما أن الذرة بسيطة فإذن الشحنة الموجودة على سطح هذه الذرة سيكون عدد تأكسدها فإذن ستكون الإجابة هو موجب اثنان لاحظ عزيزي الطالب لقد ذكرت موجب أعداد التأكسد إذا لم تكتب العلامة الموجبة ستخسر جزءا من الدرجة فأكتب علامة موجب بالنسبة للسؤال الثاني عدد التأكسد لأنيون الفلوريد F- بما أن هذا البسيط أيضا فإذن ستكون الإجابة مينس واحد إذن عدد تأكسد F-1 سيكون مينس واحد عدد التأكسد للأكسجين O2 الأكسجين هو مركب ولكنه يدل على عنصر الأكسجين فبالتالي سيكون عدد التأكسد له يساوي الصفر وكذلك أي ذرة في حالتها المفردة مثل الصوديوم Na ستكون مساوية للصفر أو الألمنيوم أو الكلور CL2 وهو غاز فإذن أي ذرة في حالتها الأنصرية أو المركبة الغازية ستكون عدد تأكسدها مساوية الصفر عدد التأكسد للكربون في المركب C2H4 لاحظ أنني أحتاج إلى C2H4 عند إعطائك العديد من الأسئلة التي تحتوي على الهايدروجين أو الأكسجين اعتبر إذا لم تكن أحد الحالات الخاصة دائما اعتبر الهايدروجين عدد تأكسده يساوي موجب واحد بينما الأكسجين عدد تأكسده يساوي سالب اثنان فيما عدا الحالات الخاصة انتبه أزيز الطالب فإذن في هذه الحالة سيكون نضرب أربع عدد ذرات الهايدروجين في موجب واحد فيصبح موجب أربعة ولكن لدي ذرتان من الكربون فكل ذرة سأقسم موجب أربعة على اثنان عدد الذرات فالذرة الواحدة سيكون عدد تأكسدها موجب اثنان ممتاز بالنسبة للسؤال الخامس عدد التأكسد للحديد في المركب كي فور أف اي سي ان الكل سيكس سي ان هي مجموعة ذرية والمجموعات الذرية لها أعداد تأكسد تميزها فمجموعة الكابريتات اس او فور تحمل مينس اثنان فإذا عدد تأكسد اس او فور مينس هي مينس اثنان ولكن السي ان هو عدد تأكسدها سيكون مينس واحد فيمكنك أن تعتبر سي ان كمجموعة ذرية واحدة فتكون مينس واحد في عددها وهو ست مجموعة ذرية فإذا سالب ستة مضروبا في اربعة للبوتاسيوم مضروبا في موجب واحد فسالب ستة زائد موجب اربعة يصبح سالب اثنان المركب ككل لا يحمل اي شحنة إذا عدد تأكسد هذا المركب يساوي صفر ولكن انا احتاج ان اجد عدد التأكسد للحديد فإذا سالب اثنان تنتقل الى الجهة الاخرى ناحية الصفر فتصبح موجب اثنان إذا عدد تأكسد الحديد في هذه الحالة سيكون موجب اثنان إذا لم تستطع ان تتذكر القيمة العددية للمجموعات الذرية مثل سي ان ماينس واحد او 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 اتش سالب واحد او اس او فور ماينس اثنان ماذا ستفعل؟ خذ كل مادة على حدة الهايدروجين انك تحفظه موجب واحد الاكسوجين سالب اثنان الكابريت موجب اثنان الاكسوجين سالب اثنان وهكذا وحسب كل مادة على حدة بعدد ذراتها لننتقل الان الى السؤال التالي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة عدد تأكسد الهايدروجين في هيدريد السوديوم يساوي موجب واحد الهايدروجين نحن نعلم انه دائما ابدا عدد تأكسد يساوي موجب واحد ولكن عند اتحاده مع الفلزات مكونة للهايدريدات فسيكون سالب واحد لان الفلزات لها القدرة على فقد الالكترونات اسهل فبالتالي ستكون العبارة خاطئة بالنسبة للعبارة الثانية عدد تأكسد للنايدروجين في المركب N2H4 يساوي مينس اثنان الهايدروجين موجب واحد في اربع ذرات موجب اربعة تنتقل الى الجهة الاخرى التي تحمل الصفر فتصبح سالب اربعة على اثنان يساوي سالب اثنان اذا العبارة صحيحة بالنسبة للسؤال الثالث عدد تأكسد النايدروجين في الايون NH4 بلس يساوي مينس ثلاثة NH4 بلس اربعة في موجب واحد يساوي موجب اربعة تنتقل الى الجهة الاخرى لن تساوي صفر لعند المركب يحمل الشحنة الموجبة اذا موجب اربعة تنتقل الى الجهة الاخرى بسالب اربعة تجمع الى موجب واحد فتصبح سالب ثلاثة اذا عدد تأكسد النايدروجين في الايون NH4 بلس يساوي سالب ثلاثة العبارة صحيحة لننتقل الان الى كيف يمكن وزن معادلات الاكسدة والاختزار لقد تعلمنا في الحلقات السابقة كيف يمكن وزن هذه المعادلات بطريقتين اما بطريقة اعداد التأكسد او بطريقة انصاف التفاعلات الكيميائية لنذكر انا اليوم ساذكر معكم الخطوات بطريقة مبسطة سهلة حتى نستطيع ان نلم بالموضوع بسهولة اولا طريقة عدد التأكسد يجب ان نحسب عدد التأكسد للذرات المواد المتفاعلة والناتجة وتحديد الذرات التي حدثة لها تغير عندما تحسب عدد التأكسد لجميع الذرات الموجودة في التفاعل الكيميائي ووجدت انه لم يحدث تغير لأي منها اذا التفاعل الكيميائي ليس تفاعل أكسد واختزال ولكن تفاعلات تبادل مزوج انتبه عزيز الطالب ولكن اذا حدث تغير لأعداد التأكسد لبعض الذرات الموجودة في المركبات من زيادة او نقص اذا حدث تغير في أعداد التأكسد اذا التفاعل أكسد واختزال اذا احتاج ان احسب أعداد التأكسد ثم اكتب التفاعل محددة عدد مولات الذرة التي حدث فيها التغير احسب عدد مولات الذرات التي حدث فيها التغير ثم احسب التغير في عدد أكسد وأقارنها بين عمليتي الأكسدة والاختزال مثال على ذلك لنرى مع بعضنا البعض عند تفاعل أكسيد الحديد الثلاثي مع أول أكسيد الكربون منتجا الحديد وثاني أكسيد الكربون عند حساب نجد أن الحديد قد تغير عدد تأكسد في أكسيد الحديد الثلاثي من موجب ثلاثة إلى صفر تغير من موجب ثلاثة إلى صفر ففي هذه الحالة إذن الحديد قد اكتسب ثلاثة ألكترونات متحولا إلى ذرات الحديد في الكربون نجد أن كاتيونات الكربون أو عدد تأكسيد الكربون موجب 2 تحول إلى موجب 4 أي فقد ألكترونات أي نتجت الألكترونات من نواتج هذا التفاعل ثم بعد ذلك تقوم عزيز الطالب بماذا؟ معادلة عدد الألكترونات التي دخلت ونتجت من التفاعل بحيث يكون متساويان نحن نعلم أن عمليتي الأكسيد والاختزال هم عمليتان آنيتان تحدثان في آن واحد وهما متلازمتان بحيث عدد الألكترونات المفقودة تكون مساوية لعدد الألكترونات المكتسبة فعندما اكتسب الحديد ثلاثة ألكترونات فقد الكربون ألكترونان فبالتالي أحتاج أن أضرب المعادلة الأولى في معامل وهو الإثنان فتضرب جميع المواد الموجودة في المعادلة بينما المعادلة الثانية تضرب في ثلاثة وتجمع المعادلتين فيما بعد ولكن كيف نجمع هاتين المعادلتين؟ أكسيد الحديد الثلاثي نتج من ماذا؟ الحديد موجب ثلاثة نتج من أكسيد الحديد الثلاثي عندما ضربت بمعامل إثنان عند العودة إلى المعادلة الأساسية نجد أن هناك ذرتان من الحديد فلا يحتاج أن أغير المعامل قبل التفاعل بينما الكربون قد ضرب بثلاثة فيجب أن أضعه قبل معامل التفاعل الأول ثم نتج الحديد فضربته في معامل الإثنان فنزل كما أرى في المعادلة أما في آخر جزء وهو موجب سي موجب أربعة وهو جاي من سي أو تو ضربه بثلاثة فتنزل المعاملات كما هي وبالتالي تم وز المعادلة وجمع المعادلتين مع بعضهم البعض للتأكد أنظر ذرتان من الحديد دخلت التفاعل ونتجت ذرتان من الحديد الأكسجين ثلاثة ذرات في الأول وثلاثة في الثاني أي ستة ذرات وكذلك ستة ذرات في المركب الناتج من التفاعل ثلاثة ذرات من الكربون دخلت التفاعل وثلاثة ذرات من الكربون نتجت من التفاعل إذن هذه طريقة حل وزن معادلات بطريقة ماذا أعداد التأكسد كيف نحل المعادلة بطريقة أنصاف الخلايا طريقة أنصاف الخلايا سيحدد لك في السؤال إما ما هو مطلوب هو الوسط الحمضي أو وسط قلوي فعند طرب وسط حمضي أو وسط قلوي يجب أن تحدد ما هو الموجود عندما يكون لدي وسط حمضي عندما يكون لدي وسط حمضي أي الموجود في هذا التفاعل هو كاتيون الهايدروجين أو أنيون الهايدرونيوم موجود بكثرة في هذا التفاعل بينما إذا كان الوسط قلويا فالموجود هو أنيون الهايدروكسيل الـ OH- فبالتالي يتميز هذا الوسط بوجود هذه الكاتيونات والأنيونات سواء الوسط الحمضي أو الوسط القلوي كيف أزن معادلة أنصاف التفاعلات في وسط حمضي ووسط قلوي بعد أن تقوم بحساب عدد التأكسد للمعادلة المعطات قم بتقسيمها إلى جزئين جزء معادلة أكسدة وجزء معادلة اختزال الآن يجب وزن جميع الذرات المتفاعلة والناتجة بحيث يكون عددها متساويا أي عدد الذرات التي دخلت التفاعل يجب أن تكون مساوية لعدد الذرات التي نتجت من التفاعل كتابة نصف التفاعل المادة التي تغير عدد تأكسدها وزن كل ذرة أكسجين ناقصة يقابلها في الطرف المقابل جزء ماء إذن سواء كان قد طلب منا في وسط حمضي أو وسط قلوي أولا تحسب للذرة المركزية أي ذرة التي تختلف عن الأكسجين والهايدروجين أي ذرة أخرى بعد أن حسبتها إذا كان عددها متساوي انتهينا ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأكسجين فكل ذرة أكسجين موجودة على طرف من الطرفين المعادلة يجب أن أعادلها بالطرف الآخر بنفس عددها ولكن من ماذا؟ من جزء الماء من جزء الماء إذن كل ذرة هيدروجين يقابلها في الطرف الآخر أيضا إضافة كاتيون هيدروجين متى؟ الآن بعد إضافة الماء كان لدي نقص في الأكسجين وضعت ماء أصبح لدي زيادة في عدد ذرات الهايدروجين وتحسب جميع ذرات الهايدروجين الموجودة في المركبات قبل التفاعل وبعد التفاعل ثم ألاحظ أين يوجد الزيادة؟ أضع في الجهة المقابلة ما يناسبها لكي يتساوى الميزان من ماذا؟ من كاتيونات الهايدروجين في حال كان الوسط حمضي إذن بعد حساب عدد ذرات الأكسجين والانتهاء منها أحسب الهايدروجين وأضع مقابل كل هيدروجين كاتيون هيدروجين في الجهة المقابلة حتى ماذا؟ حتى أصل إلى حالة الاتزام إذا كان الوسط حمضيا بينما كل ذرة هيدروجين سيقابلها جزء ماء وبالمقابل أنيون هيدروجين وذلك في الوسط القلوي إذا أردت أن تحسب عدد ذرات الهايدروجين التي جاءت من الماء بالإضافة ما هو موجود في المعادلة الكيميائية ستقابل كل ذرة هيدروجين موجودة بجزء ماء آخر بجزء ماء آخر في هذه المرة في الوسط القلوي وكل جزء ماء قد أضفته في جهة من الجهات ستضيف على الجهة الأخرى ماذا؟ أنيون هيدروكسيل بنفس عدد مولات جزء الماء الذي قد أضفته في الوسط القلوي الوسط القلوي يختلف قليلا عن الوسط الحمضي انتبه عزيزي الطالب ثم بعد ذلك تقوم بحساب عدد الشحنات إذا كان المركب الموجود أمامك لا توجد عليه شحنة إذن الشحنة الموجودة عليه تساوي السفر موجود عليه سالب واحد إذن هناك سالب واحد عدد المولات العدد الذي يسبق المركب سالب واحد وهناك ستة مولات فإذن ستة في سالب واحد إذن سالب ستة إذن الشحنات الموجودة في هذه الجهة سالب ستة ثم توازن على الجهتين لاحظ عزيز الطالب إذا هنا سالب 6 في الجهة الأولى التي دخلت التفاعل الجهة التي نتجت من التفاعل لنفرض ستكون صفر إذن سالب 6 هذه الجهة وصفر ماذا أضيف؟ أنا أضيف ألكترونات تحمل الشحنة السالبة فعند إضافة الألكترونات التي تحمل الشحنة السالبة أين سأضيفها؟ أضيفها إلى الجهة التي تفتقر إلى الجهة السالبة فإذا سأضيفها إلى الصفر في هذه الجهة فأضع 6 ألكترونات زائد 6 ألكترون لذلك قد وزنت شحنة هذا نصف الخلية الأول فإذا احتاج فيما بعد إلى وزن النصف الثاني ثم جمع المعادلتين بحيث يكون عدد الألكترونات المفقودة مساويا لعدد الألكترونات المكتسبة جزيئات الماء التي دخلت بالتفاعل ونتجت بالتفاعل تشطب المواد المتشابهة قبل وبعد التفاعل تشطب وبالتالي تصل إلى المعادلة النهائية والآن سندرس جزءا آخر من الذي درسناه خلال هذا الفصل الدراسي الخلايا الألكترو كيميائية لنرى هذا السؤال مع بعضنا الباب يحدث تفاعل الأكسد والاختزال التلقائي في الخلية الفولتية التي وضحها التفاعل تالي Ni2 plus زائد Fe ينتج Ni مع Fe2 plus حدد الأند والكثد كيف أستطيع أن أحدد الأند والكثد وقد أعطاني معادلة كيميائية فقط مثل ما تعلمنا نجد أولا أعداد التأكسد والتغير الذي حدث فيها فالنيكل أصبح من موجب 2 إلى 0 أي قل عدد التأكسد أي حدثت عملية اكتساب للألكترونات أي عملية اختزال إذن النيكل في هذه الحالة بما أن حدثت له عملية اختزال فقد اكتسب ألكترونات إذن هو ماذا؟ نعم إنه الكثد إذن النيكل في هذه الحالة سيكون الكثد بينما الحديد التي حدثت له عملية الأكسدة وفقد الإلكترونات وزيادة في عدد التأكسد أصبح ماذا؟ الأند إذن استطعت أن أحدد الأند والكثد في هذه العملية حدد الشحنة على الأقطاب حدد الشحنة على الأقطاب طبعا الأند كما تعلمنا سابقا أن الأند دائما سيحمل الشحنة السالبة في الخلية الجلفانية أو في الخلية الفولتية فإذن الأند سيحمل الشحنة السالبة والكثد سيحمل الشحنة الموجبة أكتب نصفي التفاعل فإذن ستقسب التفاعل إلى نصفين NI2 بلاس مع الني والFE مع الFE2 بلاس تجد أين اتجاهة الألكترونات في التفاعل الأول سيكون من المواد الداخلة بالتفاعل في التفاعل الثاني سيكون من المواد الناتجة من التفاعل نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال نصف تفاعل الأكسدة سيكون هو الحديد الذي تحول إلى كاتيونات الحديد مع إثنان من الألكترونات نصف تفاعل الاختزال سيكون كاتيون النيكل التي اتحدى مع الالكترونات لمكون النيكل المترسب اكتب الرمز الاصطلاحي للخلية كما تعلمنا في الحلقات السابقة فان الرمز الاصطلاحي يبدأ بعملية الاكسادة وينتهي بعملية الاختزال فستكتب FE2+, الخط المائل ثم FE ثم الخطوط المتقطعة لتبين الجسر الملحي ثم NI2+, ثم الخط المائل والNI احسب جهد الخلية من اين سيأتي بالقيم نحن نعلم ان جهد الخلية هو E E سل تساوي E كاثد ناقص E أنود في هذا السؤال لديك اليوم انا استعرض معك العديد من الاسئلة التي ممكن ان تقابلك في اختبار الفترة الثالثة عزيز الطالب فالدرجات او الارقام او عدد الموجود بالنسبة لجهد الخلية وهي قيم جهود الاختزال في الامتحان ستجدها موجودة لديك في السؤال اذا هنا كيف احسب قيمة جهود الاختزال بوضع القانون E سل تساوي E كاثد ناقص E أنود سؤال اخر يقول اذا كانت قيم جهود الاختزال للحديد والفضة على التوالي الحديد minus .44V والفضة موجب .8V المطلوب اكتب نصفي التفاعل الذي يحدث عند القطبين اذا ستكتب تفاعل الاكسدة وتفاعل الاختزال في هذه الحالة تختلف عن السؤال السابق السؤال السابق قد اعطاك معادلة كيميائية السؤال هذا قد اعطاك جهود الاختزال وطلب منك ان تحدد نصفي التفاعل على حسب قيمة جهد الاختزال فكلما كانت قيمة جهد الاختزال اقل يصبح أنودا وكلما كانت قيمة جهد الاختزال اكبر يصبح كاثودا وهي عملية الاختزال اذا نصف التفاعل يحدث عند القطبين عند الأنود سيكون الحديد وعند الكاثود سيكون الفضة التفاعل النهائي طبعا عند كتابة انصاف التفاعلات لا تنسى عدد الالكترونات التفاعل النهائي هو جمع تفاعلي الأكسدة والاغتزال الرمز الاصطلاحي سيكون من الأند إلى الكثود إذن الحديد تحول إلى كاتيون حديد بوجود الجسر الملحي انتقلت الألكترونات وتحول كاتيون الفضة إلى الفضة كيف يتغير تركيز كاتيونات الفضة عندما تعمل الخلية؟ لاحظ أن هذه الخلية كاتيونات الفضة كانت ماذا؟ كاثودن بما أنها كاثودن إذن سيتغير تركيزها أي المادة الموجودة في المحلول ستترسب على سطح ماذا؟ الكاثود إذن ماذا يحدث في التركيز؟ يقل وكذلك ما التغير الذي يحدث لقطب الحديد؟ قطب الحديد تحدث له عملية أكسدة إذن سيتآكل إذن ماذا سيحدث في وزنه أو كتلته؟ ستقل كتلة قطب الحديد قارن بين الخلية الجافة والمركم الرصاصي وخلية الوقود حسب الجدول التالي هذا السؤال يتكلم عن ماذا؟ عن تطبيقات الخلايا الجلفانية فالأنود في الخلية الجافة طبعا خليتنا الجافة التي تتكلمنا عنها في الحلقة السابقة هي الخارصين والكربون فالأنود هو سيكون الخارصين بينما في المركم الرصاصي سيكون الرصاص اسفنجي في خلية الوقود خلية الوقود التي أتحدث عنها هي ما تم شرحها مفصلا في الكتاب فهي الهايدروجين الأكسجين الأند سيكون الهايدروجين الكثد بالنسبة للخلية الجافة هو قضيب من القرافيت بينما في المركم الرصاصي سيكون ثاني أكسيد الرصاص PBO2 وفي خلية الوقود هو الأكسجين المحلول الألكتروليتي المستخدم في الخلية الجافة معجون رطب من كلوريد الخارصين وكلوريد الأمونيوم وثاني أكسيد المنغنيز ولقد تعلمنا فيما سبق ما هي فائدة كل مادة من هذه المواد وكيف تستطيع التخلص من غازي الهايدروجين وغاز الأمونيا في عملية تكونهما عند حدوث عملية الأكسجين والاختزال بالنسبة للمركم الرصاصي في المحلول الألكتروليتي سيكون حمض الكابريتيك بالنسبة لخلية الوقود سيكون محلولا قلويا من هايدروكسيد البوتاسيوم لنرى المقارنة الأخيرة تتكلم عن إمكانية شحن الخلية هل يشحن أو لا يحتاج للشحن أو لا يمكن شحنه الخلية الجافة هي خلية لا يمكن شحنها وتعلمنا لماذا في الحلقة السابقة بالنسبة للمركم الرصاصي هل تشحن أم لا تحتاج للشحن هي تشحن ولكن ليس إلى عدد نهائي من المرات وذلك بسبب تكون كبريتات الرصاص الثنائية الراسبة في المحلول بالنسبة لخلية الوقود أيضا تشحن بكل سهولة ما هي مميزات خلية الوقود لا تلوث البيئة تعمل دون أن تسبب ضوضاء أقطابها قابلة للتجدد إذن يجب أن تعرف ما هي ميزة خلايا الوقود عند سؤالك في الامتحان عليها يجب أن تعرف هذه الأسباب أنها لا تلوث البيئة وتعمل دون أن تسبب ضوضاء وأقطابها قابلة للتجدد هل الأقطاب التي تم دراستها الهايدروجين والأكسجين هي الوحيدة الممكن استخدامها لا طبعا قد وضعنا بعض الأمثلة في المرة السابقة وهي الميثان أو الأمونيا وستعمل عمل الهايدروجين أو الكلور والأوزون وتعمل عمل الأكسجين في هذا السؤال قيم جهود اختزال لأنصاف الخلايا التي تسبق الهايدروجين لها إشارة أنني أتكلم في هذا السؤال عن سلسلة جهود الاختزال القياسية إذن قيم جهود لأنصاف الخلايا التي تسبق الهايدروجين لها إشارة إذن تسبق الهايدروجين أي توجد أعلىها إشارتها ستكون سالبة ويدل ذلك على أن أي نصف خلية يعمل ماذا؟ كأنود بما أن الإشارة سالبة أو جهود الاختزال قليلة فإذن ستعمل كأنود عند توصيله بنصف خلية الهايدروجين وهو أكثر ميلا للأكسدة وهو أكثر ميلا للأكسدة وكاتيوناته أقل ميلا للاختزال إذن في هذه الحالة يجب أن تعلم عزيز الطالب أن سلسلة جهود الاختزال أيضا مهمة عند دراستها لا يجب أن تحفظ الأرقام التي توجد مقابل كل مادة موجودة في السلسلة ولكن يجب أن تعرف فنية استخلاص المعلومات من هذه السلسلة علل لما يليه العناصر الفلزية التي تسبق الهايدروجين لا توجد في الطبيعة في الحالة العنصرية بما أنها تسبق الهايدروجين إذن هي أكثر نشاطا منه وبما أنها أكثر نشاطا منه فهي سهلة الأكسدة وسريعة التفاعل ولذلك لا توجد في الطبيعة بصورة مفردة السؤال الآخر يحفظ السوديوم تحت سطح الكيروسين إنه يرد نفس الرد يحفظ السوديوم السوديوم من العناصر التي تسبق الهايدروجين إذن هي عالية النشاط حتى أستطيع الحفاظ عليها دون أن تتأكسد ودون أن تتفاعل مع الهواء الجوي أحفظها تحت الكيروسين حتى لا تتفاعل بسهولة بسبب نشاطها الكيميائي السريع جدا وموقع حفل جدول في سلسلة جهود الاختزال فهي فوق الهايدروجين يصدأ الحديد عند تركه معرضا للهواء الرطب أيضا الحديد يسبق الهايدروجين في سلسلة جهود الاختزال فهو سهل النشاط فإذن يتعرض لعملية الأكسدة بسهولة ويتفاعل بسهولة مما تتحول المادة من حديد إلى صدأ للحديد بذلك عزيز الطالب قد توصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم متمنية أن تكونوا قد استفدتم من عرض هذه الأسئلة التي قدمناها في يومنا هذا نتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد استفدتم ونراكم في الحلقة القادمة مع أعلى الدرجات في مادة الكيمياء إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر